موسيقى قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولوس اليوم إنه لم يتم توصل الاتفاق حتى الآن مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن قضية الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الرابع والخمسين على التوالي وأضاف بولوس في مؤتمر صحفي عقده نادي الأسير وعائلة الأسير خضر عدنان إنه زار الأسير خضر إثر تدهور صحته بعد منتصف الليل موضحا أنه يرفض إجراء أي فحصات طبية وأن هناك خشية حقيقية على حياته وأكد بولوس أن المفاوضات بشأن الأسير استضمت بإصرار خضر على الحرية أولا ثم فك الإضراب فيما تصر إسرائيل على فك إضرابه ثم التفاوض معه من جانبها زوجة الأسير طالبت المقاومة الفلسطينية بأن ترمي بثقلها على قضيته وأن لا تنتظر حتى موته لأن عائلته تريده حيا وحرا مؤكدة أن خضر نموتج للمقاومة في الضفة المحتلة وأوضحت أن خضر ما زال صامدا ويفاوض من على سريره في المستشفى ويقاوم ليصل إلى اتفاق مشرف تصلت مصادر من المستشفى وغيرها حول تدهور في صحة خضر اللي عمليا أدى إلى تحوط المستشفى بشكل طاري ولما فتت اليوم على المستشفى كان واضح أثار ما كانوا مستعدين إلى من عمليات إنعاش وإحياء أنا إذا بدأت حدث لك عن وضع صحي لأسير شفته مثلا مثل خضر شفته في الإضراب اليوم الأربعين كان أشبه بكلتف عبر وسائل الإعلام كلها إنه كان أشبه بأهل الكهف الشيخ الآن لا يتناول إلا الماء بدأ أقولها بكل صراحة الكل دائما يعني حاطة الشيخ إنه رمز مش ممكن يصر له إشي لا أنا هو إنسان يعني أولا آخر هو إنسان يعني ويكيف لا يصدق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة